كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد أطباء الأسنان؟ يستخدم الذكاء الاصطناعي حالياً في مجموعة متنوعة من الأغراض في طب الأسنان بما في ذلك تحديد الهياكل الطبيعية وغير الطبيعية وتشخص الأمراض والتنبؤ بنتائج العلاج والتصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر وبإمكان خوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل صور الطبية وبيانات المريض لتحديد مشكلات صحة الفم المحتملة التي ربما فاتها أطباء الأسنان البشريون ومساعدة أطباء الأسنان على تحديد المشكلات في وقت مبكر مما يسمح بالتدخل المبكر وتحقيق نتائج أفضل للمرضى ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً أتمسة الإجراءات الروتينية وتحويل الرعاية إلى نهج أكثر السباقية وسرعة ولكن هل يمكن للأي آي أن يتطور بشكل أكبر في هذا المجال؟ ويهدد الأطباء للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today